نحن نكرم الزواج المقدس لأنه بالحقيقة استمرارية لوصية الرب أن نتكاثر والإنجاب النسل الصالح لأنه لاحظ معي انتبه كل مولود جديد هو مولود على صورة الله الأدبية والروحية فهم ليش؟ الشيطان بيكرهك مش على سواد ولا زرع عيونك لأنه بيكره الله فأنت على صورة الله طبعاً مش الجسدية الروحية والأدبية والشيطان بيكره إذا صح التعبير لهذه الكلمة بيكره صورة الله المطبوعة في الإنسان كلما أكثرنا من الإنجاب هي بالحقيقة طعنة في قلب إبليس هاي إذا كان إبليس عنده قلب وإحنا عارفين أنه ما عندهش قلب في مزمور 8 آية 2 مكتوب من أفواه الأطفال والردع أسست حمداً لاحظ الكلمة بسبب ضادك لتسكيت عدو ومنتقم طيب من أفواه الأطفال والردع اللي بعد أن يدوبهن ولده كل واحد بيجي على الحياة هو معجزة إلهية وكلما كترنا من هاي المعجزات الإلهية نحن ننجب أولاد وبنات على صورة الله الأدبية الروحية فالشيطان يكره هاي الصورة اللي في الإنسان فمشان هيك إحنا لازم نكثر من الأولاد لأنه فعلاً هي هزيمة للشيطان وصحة للشيطان من خلال طبعاً الإنجاب ثم أحبائي مكتوب في المزمور في المزمور 127 طوبة للذي ملأ جعبته منهم بيكمل بقول لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب الجعبة جعبة السهام بتبتدي من خمسة أكم عيل اليوم عم بخلفه خمسة على الأقل خمس سهام لاحظ بيسميها سهام يعني كل طفل بيجي للحياة السهم عارف فكل سهم مصوبة للعدو فالعالم يحتاج المؤمنين أحبائي لذلك نتبع الوصية الأولى للرب أن نكثر النسل الصالح نكثر النسل الصالح